الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية قطع رأس السمك في المنام ما تنسونش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير إذا رأى الحالم سمك مقطوع الرأس في المنام قد يشير إلى بعض الأهداف التي تتحقق للرأي بإذن الله إذا رأت المرأة المتزوجة سمك مقطوع الرأس قد يشير لأمنية لن تتحقق بإذن الله إذا رأت الفتاة العزباء أنها تقطع رأس السمك في المنام قد يشير إلى عدم قدرتها على بلوغ بعض الأهداف والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم إذا رأى الحالم سمك مجمد في المنام قد يشير إلى الأموال المحفوظة إذا رأت المرأة المتزوجة السمك المجمد في المنام قد يشير لبعض الأمور المحفوظة إذا رأت الفتاة العزباء السمك المجمد دل على بعض الأمنيات المحفوظة للفتاة كما يمكن أن يشير إلى الرزق والخير المحفوظ للفتاة إذا رأى الحالم سمك نيئ في المنام قد يشير إلى الإنجاب والحمل لزوجة صاحب الرؤية والله أعلم إذا رأى الحالم وكان أعزبا سمك نيئ في المنام قد يدل على اقتراب موعد زواج هذا الشخص والله أعلم كذلك يمكن أن يشير للمرأة المتزوجة لاتساع الرزق والخير الوفير لها ولعائلتها إذا رأى الفتاة العزباء سمك نيئ دل على الخير والرزق الذي تناله الفتاة والله أعلم إذا رأى الحالم أكل السمك النيئ في المنام قد يشير إلى تمكين الحالم من تحقيق بعض الأهداف والله أعلم كما يمكن أن يشير إلى القدر على الوصول لمكان ومنزل رفيعة كان يسعى لها الرأي والله أعلم كما يمكن أن يشير إلى نيل الحكم أو الإدارة في العمل لصاحب الرؤية كما يمكن أن يشير إلى بعض الأزمات التي قد تواجه الشخص الرأي والله أعلم إذا رأى الحالم السمك بشكل عام في المنام قد يشير للخير الكثير والرزق الذي يناله صاحب الرؤية كما يمكن أن يشير إلى الزواج للشب الأعزب والله أعلم كذلك يمكن أن يشير إلى الخير الكثير والرزق الواسع وزوال الهموم والمشاكل التي يمر بها صاحب الرؤية والله أعلم وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته